بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمدين وآله الطيبين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته الحلقة السادسة عن نقد العقل الإمامي الشيخ جواد تبريزي نموذجا ونتحدث في هذه الحلقة السادسة عن علم الأئمة وولايتهم التشريعية في نظر الشيخ جواد تبريزي اعتمادا على قراءتنا لكتابه الأنوار الإلهية في المسائل العقائدية نشر دار الصديقة الشهيدة لجنة أم البنين الخيرية بالكويت الطبعة الرابعة 1425 فنقول قدمنا احنا في الحلقات الماضية كيف تحدث أو استنبط بتأويل القرآن تأويلا تعسفيا واعتمادا على أحاديث ضعيفة لم يحقق فيها قلد فيها السابقين حول الولاية التكونية والغلوبة أئمة أهل البيت عموما والآن نصل إلى الولاية التشريعية ونألمهم من أين وبعد أن يقول التبريزي شيخ جواد التبريزي المرجع السابق تلميذ السيد الخوئي وأستاذ كثير من العلماء المعاصرين يقول بعد أن يقول بالتفويض والولاية التكوينية يسهل عليه القول بالولاية التشريعية فيؤكد أن الأئمة عندهم علم الكتاب ويقول وأما الأئمة عند الشيعة فإنهم عالمون بجميع أحكام الشريعة وخصوصياتها وعندهم علم الكتاب والسنة وعلم ذلك وصل إليهم من رسول الله ولذا قالوا أن كل ما ذكرناه إنما هو عن رسول الله وقالوا نحن الراسخون في العلم ولو كانت دعواهم افتراء على رسول الله نعوذ بالله من الباطل لما قال رسول الله أني تاركم فيكم الثقلين كتاب الله وأترتي أهل بيتي رواه الفريقان بالاتفاق ويلاحظ هنا أن التبريزي طبعا هذا كلامه أذكركم المصدر في صفحة 92 من كتابه العنوار للهية ويلاحظ هنا أن التبريزي يعتمد في الاستدلال بحديث مروي عن الأئمة أنفسهم أنهم الراسخون في العلم وهذه دعوة تقوم على قراءة متعسفة لآية متعسفة ومفجة لآية وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا الآية هكذا هي ولكن هو يربط هاي الفقرة بتلك الفقرة هاي جملة بتلك الجملة وتأويل الراسخون يعني يقول وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم طيب إذا وقفنا إلى هنا كلمة يعني المتعلق يقولون آمنا به كل من عند ربنا منه يسير بسيء غير واضح فهي الآية وما يعلم تأويله إلا الله خلاص والراسخون في العلم اللي هم ومحدثون منه يقولون آمنا به كل من عند ربنا حتى لما فتهمنا الموضوع هو هذا كل جاء من عند ربنا ولكن هو يشوه الآية ويأولها حسب ما يريد وتأويل كلمة الراسخون بأئمة أهل البيت أيضا من وين جاب التأويل أيضا هذا التأويل تعسف فيه حيث تم عطف الراسخون على الله بصورة لا تقبلها الآية ولا يفهمها أي قارئ طبيعي وذلك لأن كلمة الراسخون مبتدأ وخبرها يقولون آمنا به والراسخون يقولون وإذا عطفناها على الله يبقى الخبر بدون متعلق وإضافة إلى ذلك فإن تأويل الراسخون بأهل البيت تأويلهم بلا دليل ولا يمكن أن يقبل هذا التأويل والإدعاء ولا يمكن أن يقبل هذا التأويل والإدعاء من أي أحد طيب أهل البيت صاروا كثيرين إذن منه من عدهم اللي راح يكون هو راسخ بالعلم الإسماعليون أيضا راسخون بالعلم أو لا أيضا نتشملهم كل التأويلات السابقة وبقية أهل البيت ولكن التبريزي الذي كان قد أعتقد مسبقا بأن أئمة أهل البيت كالباقر والصادق وبقية الأئمة معصومون وأنهم من الأثر ولا يمكن أن يفتروا على رسول الله هو كان مسبقا معتقد بهذه العقيدة فإذن سارع للتصديق بذلك التأويل التعسفي والإدعاء الفارغ بدون دليل ولم يبحث حتى في سند الرواية أو يتأكد من صحة نسبتها إلى أهل البيت وبعد أن فرغ الشيخ جواد التبريزي من تأليف نظريته حول الراسخين الذين يعلمون تأويل الكتاب مضى يحدثنا عن تفاصيل علم الأئمة فقال إن قدرة المعصومين على معرفة ما يريدون ما يريدون معرفته ثابتة فإذا أرادوا أن يعلموا شيئا علموا فقط فقط يركز على شيء معين فهو رح يعرفه بسرعة أما كيف يتم لهم علم ذلك وهل بتوجيه المعصوم نفسه الشريف نحو المجهول فتحصل له المعرفة أم يتم بواسطة روح القدس ينزل عليهم الذي هو معهم أصلا ما يحتاج ينزل دائم معهم أم بحديث الملائكة الملائكة يجي تحدثهم يصاروا عنبياء أم بالإلهام إلى آخره يقول فنحن غير مكلفين بمعرفة تفاصيله وطرقه يعني هو يحتمل كل ذلك ولكن يقول نحن لسنا مكلفين بمعرفته ومعرفة تفاصيله وطرقه هذا في صفحة 166 من كتابه الأنوار الإلهية ويضيف التبريز للأعمة مقامان أحدهما مقام بيان الأحكام الشرعية الآخر مقام الولاية على الناس فيجب طاعتهم في هذا القسم ولاية الشرعية يعني وهكذا أصبح الأعمة من أهل البيت حسب العقيدة الإمامية هم المصدر الأول والأساس لفهم القرآن وتأويله وتفسيره والهيمنة عليه طبعا هذه الفقرة الأخيرة التي قرأتها عليكم في صفحة 107 من كتاب الأنوار الإلهية وخلينا نجي شوية بعمق ننظر إلى الشيخ جواد التبريزي لكي نعرف أنه هل كان أصوليا مجتهدا محققا أم كان أخباريا حشويا يعتمد على أي حديث يراه أمامه هو يقول لا اختلاف بين الأصوليين والأخباريين في الاستنباط إلا أن الأخبار يرى حجية بعض أمور لا يراه الأصولي حجة كالأخبار الضعاف الموجودة في الكتب الأربعة وغيرها من الكتب المعروفة كما أن الأصول يرى حجية بعض أمور لا يراه الأخبار حجة كالأحكام العقلية القطعية وبعض الإجماعات من متقدم الفقهاء الذين يقرب عصرهم من عصر الأئمة ويتمسك بظاهر آيات الكتاب المجيد فيما إذا لم يكن للآية مقيد أو قرينة والأخبار لا يجوز ذلك ولا يتمسك بالآيات القرآنية قبل ورود التفسير من الأئمة ولو كانت الآية ظاهرة في المعنى ما يأخذ بها ولم يكن لها مقيد أو قرينة وعلى الجملة ليس بين الأصوليين والأخباريين اختلاف في الأصول الاعتقادية لأنه الشيخ التبريزي هو يتبع نهج الأخباريين في الأخبار بالأخبار الضعيفة والأحاديث الموضوعة حتى والفرضية والتأويلات التعسفية فيقول لا اختلاف بين الأصوليين والأخباريين في الأصول الاعتقادية والاختلاف في الفروع لا يجيب طعم طائفة في طائفة أخرى خلي نتجاوز هذا الخلاف وعلى العوام الذين لا يتمكنون من تحصيل الألم بالأحكام الشرعية عن مداركها لعدم بلوغهم في الألم مرتبة يتيسر لهم ذلك يعني هو يفتر نفسه هو صار المرجع وهو مشتهد وهو واصل العلم ويعرف وعامة الناس ما يعرفون فقط هو اللي يعرف على العوام تينظر لهم من فوق يعني أن يراجعوا الأشخاص الذين هم متمكنون من تحصيل العلم بالأحكام من مداركها وشفنا شلون هو في سلسلة المقالات السابقة كيف كان يأخذ الأحكام بصورة خاطئة من مداركها يقول على الناس أن يرجعوا إلى هؤلاء المتمكنين من تحصيل العلم بالأحكام من مداركها وتوفرت فيهم الشرائط بأن كان العلم والخبروية يعني خبراء أكثر من غيرهم وكانوا في التقوى والزهد معروفين بين المؤمنين وغيرها من الشرائط هاي في صفحة مئتين واثنين وخمسين كل هذا حديثنا في هذه المقالات الستة كانت جول حول تأويل القرآن بصورة عسفية وسوف نكمل الأساس الثاني في العقل الإمامي عقل الفكري يعني في موضوع الحديث وكيف يأخذون الحديث وما هو الصحيح وما هو الحسن وما هو المعتبر وما هو المتواتر وما هو الشهد وكيف يخلط بينها في تفكيره وفي آلية تفكيره والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته